بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الإحصاء في البحث العلمي من المهم كباحثين في حقول العلوم المختلفة فهم علم الإحصاء وتطبيق فالتطبيق الصحيح للإحصاء يسمح لنا بفهم وتوثيق البيانات بشكل واضح الإحصاء هو مجموعة أساليب تستخدم في عمليات جمع وعرض وتلخيص وتحليل البيانات بهدف الوصول إلى اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بتفسير الظاهر أنمع الإحصاء أولاً الإحصاء الوصفي ويستخدم لتوصيف العينة مثل حساب المتوسط والوسيط والإنحراف المعياري للعينة ثانياً الإحصاء الاستدلالي يتيح لنا هذا النوع من الإحصاء الاستدلال على سمات العينة والتوزيع الإحصائي لبياناتها ويطبق عندما نريد تحليل أي بيانات جمعت بهدف اختبارها أو اختبار فرضياتها ما هي البيانات؟ البيانات هي مجموعة من الحقائق كالقيم، القياسات أو الأرقام والتي يتم جمعها وتحليلها من قبل الباحثين وتعرف بالأغة الإنجليزية بمصطلح data أنواع البيانات هناك بيانات وصفية وهي التي تكون بصورة غير عددية مثل فصيلة الدم والتخصص الدراسي وجنس المواليد وإيضا هناك بيانات كمية وهي يعبر عنها بالأرقام العددية مراحل الأسلوب الإحصائي تحديد المشكلة موضوع البحث العلمي تحديد الاختبار أو الأسلوب الإحصائي الأنسب تحديد عدد المتغيرات الثابتة والمتغيرة في الظاهرة تصنيف البيانات والمتغيرات إلى أقسام لتسهيل دراستها تحديد الهدف من البحث العلمي تحليل النتائج تحليلاً تفصيلياً الخروج بالنتائج والتوسيات وظائف الإحصاء في البحث العلمي يوضح الإحصاء العلاقة التي ترتبط بين نوع ما من البيانات وبيانات أخرى يشير الإحصاء إلى كيفية انتشار البيانات عن طريق حساب التشتت يستطيع الإحصاء أن يحدد النقطة المركزية التي تتجمع حولها البيانات من خلال مقيس النزع المركزية يساعد الإحصاء على توفير بعض الإجراءات الإحصائية لاختيار الدرجة التي تتطابق أو تبعد عن تلك القيم المتوقعة أو مدى قربها من المقيس المتوقعة نشكركم لحسن متابعتكم ونلقاكم في الفيديو القادم بإذن الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر